كما تقبل صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راه الله في قصر المشرف العاصمة قبل ظهر اليوم بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أبو ظبي أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة الجدود لدى الدولة فقد تسلم سموه أوراق اعتماد سفراء كل من جمهورية الصين الشعبية ودولة فلسطين ومندوبية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزلندا والجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية التركية وجمهورية كولومبيا وجمهورية موزنبيق وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وجمهورية السنغال الذين نقلوا تحيات سعماء وقادة دولهم إلى صاحب اسمو الشيخ خليف بن زيد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب اسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأخيه صاحب اسمو شيخ محمد بن زيد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الآلى للقوات المسلحة متمنين لدولتنا وشعبنا طراد تقدم والرخاء في ظل توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة وقد أعرب سفراء الجدود من خلال الكلمات التي ألقوها أمام صاحب اسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والحضور عن سعدتهم بتمثيل بلدانهم في دولة الإمارات مشيدا بمناحي النهضة الحضارية والإنسانية التي ينعم بها مجتمع دولة الإمارات المتنوى ثقافات والجنسيات والأعراق ويعيش جميع أفراده من مواطنين ومقيمين في أمن وتسامح واستقرار اجتماعي واقتصادي ومعيشي وإلى ذلك فقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بالسفراء العربي والأجانب في دولة الإمارات مؤكدا لهم أنهم سيحظون بكل أشكال المساعدة والدعم من قيادة وحكومة دولة الإمارات وكافة المؤسسات والجهات المختصة وستكون أبوابنا مفتوحة للجميع من أجل التشاور والبحث في المسائل المتصلة بتطوير أثق التواصل الإنساني والثقافي أولا ومن ثم تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والسياسية بين دولتنا ودولكم على المستويين العام والخاص وذلك بما ينعكس إيجابا وخيرا على شعوبنا وجدد سموه التأكيد على أن دولة الإمارات حكومة ومؤسسات مستعدة لوضع خبراتها وتجربتها التنموية المتواضعة في متناول الدول والحكومة الشقيقة والصديقة دون تمييز وبلا شروط وقال سموه مخاطبنا السفراء أنتم مرحب بكم أشقاء وأصدقاء في دولتنا دولة التسامح والمحبة والسلام نزلتم أهلا وواطئتم سهلا حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الشيخ حامد بن زايد الانهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك الانهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك الانهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي أحمد جمع الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتبي صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة محمد مير عبدالله رئيسي وكيل وزارة الخارجية وسعادة خليفة سيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي كما حضر المراسم عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية اشتركوا في القناة